السلام عليكم معكم طلال نقار حابب بها العجالة جاوب عن السؤال هل يجب حرمان مرضى السرطان من تناول السكريات الحجة اللي كتير اطباء للأسف يؤمنون بها وبيطبقوها على مرضى السرطان المساكنين خاصة مرضى المراحل المتقدمة انه السكر هو مثل الوقود اللي بتستعمل الخلية السرطانية لتنمو وبالتالي اذا وقفنا هذا السكر اذا المريض ما اتناول سكر في هذه الخلية السرطانية حتتتراجع وربما تموت من من ذاتها هذه الفكرة مغلوطة تماما غير صحيحة هذا الكلام غير صحيح هو تعذيب لمرضى السرطان مصدر معلوماتي هو موقع مشفى دانا فاربر مشفى دانا فاربر هو مركز من مراكز علاج السرطان في الولايات المتحدة الامريكية يقع في بوستن يعتبر ترتيبه الرابع على مستوى العالم او على مستوى الولايات المتحدة حقيقة بعلاج السرطان فهو من المراكز المعتبرة والكلام اللي بيحكوا على موقعه هون كلام دقيق ومعتبر انا اذا شوفوا اذا شايفين الصفحة اللي فاتح عليها حط لكم رابطها مقالة اصيرة باختصار بتجاوب عن هذا السؤال هل يجب حرمان او منع السكر عن مرضى السرطان والجواب لا اللي بيفكر بكل ببساطة انه لما انت بتنقص السكر او بتمنع السكر عن الجسم فالخلايا السرطانية حتجوع وبالتالي حتموت هذا الحكي مو صحيح ابدا ابدا اللي بيفكر هذا الكلام هو ما نقارئ كيميا حيوية او نسيان كيميا حيوية اللي قرأ الجسم لما بيتوقف لما انا هلأ بصوم كل اياتنا منصوم مثلا بشهر رمضان ما بينقص السكر خلال النهار لانه في عنده فيه آليات لإعادة توليد السكر بالجسم من 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 الشحم من الشحم ومن البروتين حتى فاذا شخص انت منعته عن تناول السكر الجسم حيتم يحافظ على مستوى سكر ثابت بالدم من خلال انه يحرق البروتينات حيصي عنده هزال بالعضلات فعمليا انت عمليا بحرمان الميد من السكر عم تعذبه فالكلام اللي موجود على الويب سايت طبعا مرتانة ما عم حكي معلوماتي الشخصية وان كان يعني هذا الحكي من من سياتنا يعتبر من مديهيات الالف فاء الطب للأسف يعني كثير ناس بيقعوا فيه كثير اطبائي للأسف بيقعوا فيه وبينشروا هذا الوهم وبينطبقوه على العوام لدرجة انه الناس بتصدق هذه الكلام وبينطبقه للأسف الكلام الموجود على الويب سايت طبعا هاي المركز دانا فاربر مثل ما انه من المراكز الهامة انه النصائح العاملة تناور سكر نفسه عند مرضى السرطان مثل عند غير مرضى السرطان السكر السريع اللي هو السكر اللي منضيفه للشاي هذا اكيد ما انه صحي فانت مو من الصحي انك تزيده هذا ممكن يزيد الحريرات ممكن يزيد الوزن بها البساطة فانت عمليا ممكن انك تتركز على السكائك الكربوهيدراتي اللي هي بطيئة الامتصاص مثلا النشويات مثل البطاطا وغيره وغيره الخبز مثلا اما انك انت تطلع على غذائك وتحثف كل السكريات منه سواء كانت السريعة او البطيئة فهو تعذيب لمرضى السرطان هنه اصلا شهيتهم بتكون محدودة هنه اصلا بيكونوا بحاجة هدم للبروتينات بحاجة لكل حريره وبحاجة لكل شغل يمكن يجتهيه جسمه حتى لو كان هنه يعني مرة تانية الكلام اللي للأسف اطباء بطبقوه انا عم ناقع مخاطب اطباء بمخاطب عوام هو ظلم هو خطأ هو وهم في علاقة في حسب الصفحة نفسه هاربط الكلام انا عم ترجم الكلام موجود بالصفحة بحط لكم اللينك تابع انه في علاقة لاحظوا لينك يعني رابط بين زيادة تناول السكريات وزيادة نسبة حدوث السرطانات وهذا الحكي لا يعني انه مريض السرطان اذا اصلا السكر بي بشفيه يعني بعلم الاحصاء هذا معروف انه في عندك شغلة اسمها الكون فاوندينج فاكتور هي عوامل مضللة في شغلة عم تسبب لما عم يزيد تناول السكريات عند بعض الناس عندناس حيزيد عندهم حدوث السرطان لانه زيادة تناول السكريات حتزيد البدانة ومرضى البدانة الوزن الزائد عندهم نسبة حدوث سرطانات اعلى من الاصحاء اللي بيلعبوا رياضة اللي هنين اللي بيعكلوا السكر زيادة وعم يزيد وعم يزيد عندهم زيادة وزن هنين ما بيلعبوا رياضة ما عمل اشو حياة صحية سرطانات معينة بتزيد عندهم فلا يمكن نستندج من هاي هذا الترابط انه اذا اصنا السكر عند مرضى صار عندهم سرطانات اصنا انه هاته السرطان سيتراجع مرة تانية اتمنى انه هذه الرسالة توصل للاطباء قبل ما توصل للعوامل للمرضى المساكين انا بعرف حالات والله عديدة تعذبوا المرضى تعذيب شديد بهذه الحمية الغبية صراحة ما حول عنا غير غبية يعني بالنهاية احنا مسؤولين عن قراراتنا انا كطبيب مسؤول عن هاي القرار لما اقول له المريد لا تاكل سكر فان هذا القرار انا مسؤول عنه قدام الله راجعوا معنوماتكم يا سهلاء هاي الحكي مو صحيح هذا الموقع حطي لكم رابطه واللي عنده دراسة بتثبيت هذا الكلام يشوفيني اياها ويصح لنا معنوماتنا بالكيمة الحلوية السلام عليكم